حياكم الله من جديد دعنا نقوم بهذا الدرس بكتابة أول تطبيق لنا على Swift بداية أذهب بالبحث وابحث عن Xcode من Xcode اختار Get Start with Playground هنا أعطي اسم التطبيق الخاص بك لنسمي Variables دعا تمكن تعطي اسم انظروا للمنصة هي iOS تمكن تختار أي منصة لكن أنا سوف أستخدم iOS أضغط Next يقول لي وين أو أين تريد أن تحفظ هذا المشروع يعني يكون فولدر خاص بالمشروع أسميه Swift 3 حتى أخزم بيه كل المشاريع الخاصة بيه إذن هذا Swift 3 من هنا أبدأ بإنشاء Create أو المشروع لل Variable حتى يكون الكود كله جاهز لك لو ترى هذا هو Playground هذا هو الشكلة بسيط وواضح جدا هذا الشكلة فحتى تبدأ بالعمل يعني أكبر قليلا حتى يكون ممكن تريد أن تكون أجمل أو أوسع فبهذا الشكل لو ترى هنا يوجد سطر واحد لكن أنا ما يهمني دعني أمسحها وأبدأ بالعمل سطر بسطر فلو مسحت أول شيء ترى هنا كلمة اسمها U-K-I-T هذا إيش معناته؟ معناته أنه أبل عدهم Library أو مكتبة فيها الكثير من الدوالة تسهل عملنا هذه المكتبة حتى نستخدم دوالها لازم أو يجب أن نقوم بعمل U-K-I-T هذه المكتبة فعسب المثال دالة تجمع عدديا فأنت تحتاج أن تكتب خمس أسطور لتجمع العدديا أما هذه المكتبة عدها على سبيل المثال دالة تجمع العدديا فمجرد تذكر اسمها بسطر واحد فهي تختصر لديك أربع أسطور وهذه طريقة التعاون مع المكاتف في الأبل أي مكتبة نريد أن نستخدمها فقط نعمل أمبورت لإسم المكتبة إذن ما دام عندنا U-I-Kid فهذه تحتوي على عدة أمور دعنا نبدأ بأول جزء في هذه المكتبة هي الفيرابلز الفيرابلز عندما نتحدث عليها في أي لغة برمجية هي شيء معين لخزن البيانات يعني عبارة نقول عليه عبارة عن صندوق لخزن البيانات فنفرض تريد أنت تخزن اسم الشخص كيف تعرف الفيرابل؟ تكتب V-A-R ثم مساحة ثم تكتب اسم الفيرابل على سبيل المثال نيم ممكن تعطيه أي اسم يخطر في بالك أي اسم لكن لا تضع في البداية حرف لا تقول على سبيل المثال واحد نيم لكن ممكن تقول نيم واحد عادي إذلك تأكد أنه الاسم الخاص بالمتغير الخاص بك يكون نيمينج كومبينشن لكن داعي ويكون مرتبط به يعني ما يجوز أنه تسمي شخص حسين أو نيم تعطيه X أمر مواقعي فهذا تسمية الفيرابل تكتب V-A-R اسم المتغير ثم تضع Space تأكد أن تضع Space ثم يساوي ثم تضع Space ثم تعطيه Value لنفرض أعطيه String فكيف تعطيه String في الأسوفت؟ تضغط Double Quotation بهذا الشكل بينما يضغط بنفتاح Shift وال Double Quotation بالماس وتكتب ينفض على اسم المثال حسين الربيعي ثم تغلقها انزل سطر لما تنزل سطر ترى أنه هذه اللوحة هذه اللوحة تعرض لك نتائج فورية يعني انظر لما تقف يقول لك أوكي أنت هنا خزانة بهذا المتغير حسين الربيعي فطريقة تعاملك مع المتغيرات في الأبل سهلة جدا أو في الأسوفت سهلة جدا فقط تكتب V-A-R اسم المتغير يساوينا القيمة الاسم هذا الذي أنت تعامل معه داخل الكود عندك نفرض أن تعرف متغير عن الـ H فتكتب V-A-R H-Space نفرض 27 ثم تنزل سطر ما حاجة تقوم بعمل أي عمليات أخرى لو ترى هنا مباشرة قال لك أنه أنت وضعت 27 في المتغير الـ H الفكرة إيش هالي الفكرة أنه أنت كأنما كونت موقع في الذاكرة حجسته وخزانت فيه 27 وهنا موقع في الذاكرة حجسته وخزانت بهذا الاسم إذن هذه الطريقة البسيطة بالتعامل مع المتغيرات بسيطة جدا في الـ IOS مجرد نفرض على سيء مثلا عندك Pi فتقول لها Variable Pi يساوينا 3.4 لماذا لم تقوم بتحديد نوع المتغير هنا؟ طبعا أبل هو ذكي كفاية ليعرف ما هو نوع المتغير لو ترى هنا قال لي خطأ تعرف إيش قال لي خطأ؟ لأنه هنا المفروض يكون Space ما يجوز المتغير يكون معه يساوي مباشرة إذا كتجنب هذه الأمور وضع Space حلقة المشكلة إذن لو ترى أنه أبل ما حاجة أنه أقول له أنه هذا المتغير نوع فلاني أو هذا المتغير نوع فلاني أستطيع لكن أبل لما قالوا Swift فهم يجعلون شيء Swiftي يعني لين وسهل فليس له الدع أن تعاخده تستطيع أن تقول له أوكي هذا النوع String فتضع هكذا نقطتين ثم String أو الحرف Capital تكتبه بهذا الشكل عادي مقبول وهذا أي تريد أن تعرف أنتجر تكتب أول حرف Capital INT بهذا الشكل تأكد أن أول حرف Capital INT هذا تريد أن يكون Double فتقول له أوكي هذا Double بهذا الشكل تستطيع يعني تكتب Var اسم المتغير نقطتين نوع المتغير أما True أو False هذه معنى البوليون البوليون في أي لغة برمجة أما True أو False لكن حتى لو أنت لم تذكر هذه الأمور فهو iOS دكي كفاية ليفهم أنه هذا المتغير نوع String وهذا نوع أنتجر وهذا نوع Pi وهذا نوع بوليون لكن ما فائدة أنه تضع نوع المتغير بعده الفائدة مهمة جدا لنفرض أنت الbearable ل job title تريد أن يكون always دائما يكون بشكل String فأنت لو جاءت job عرفته بهذا الشكل وأجي شخص وأعطاها رقم معين أوكي هذه مو صحيحة أنت هي job المفروض أن تكون شيء String المفروض ذات لكن ماكو شيء منعه ماكو شيء منعه أنه يدخل أنتجر عادي استطاع أن يدخل فحل هذه المشكلة تقول هذا يجب أن يكون String الآن لما يجي شخص ويدي يعطيه value أنتجر انظر اعترض أبول قال لخطأ cannot add String ليجب أن يكون String هذا إذن هي حماية لك للبيانات الخاصة بك بالتحديد يعني بدلا أنه الأشخاص يقومون أسائل للداتا أو البروغرامر يقومون بوضع بيانات بشكل خطأ فإنه هي طريقة لمنعهم بوضع البيانات لكن أنا وضع بالوضع الطبيعي أنصحك تستخدم هذا الأسلوب لكن في بعض الظروف يجب أن تستخدم مثل هذا الأسلوب كما ترى هنا لمنع بعض العمليات فأكل مثال هنا تسميها جانع الربعي إذن هذه ببساطة كيف تعرف متغيرات عملية سهلة جدا مجرد تكتب variable اسم المتغير يساوينا القيمة ثم خلاص انتهينا ألا أن تريد أن تطبع هذه القيمة عسي المثال أن تطبعها لوحدة بدون أي شيء فقط تكتب كلمة print print يعني أطبع وهنا بين القوسين يكتب اسم المتغير أفرض name أيضا وسيلة أنه يطبعها نظر طبع لها ممكن تطبعها بالprint ممكن بدون أي شيء إذن هذه ببساطة كيف نعرف المتغيرات هناك طريقة أخرى يتعرف المتغيرات باستخدام let يعني دعنا نوضح لك هنا let vs var لما قلنا var x يساوي 10 ممكن أنا أنزل في سطر ثاني وقل x يساوي 15 شيء طبيعي جدا لأنه متغير أنت عرفته وجهت غيرت قيمته انظر هنا قال لك 10 هنا 15 لما تقول let let حسي مثال y يساوي 10 لما تقول تذكر كلمة let بمعنى أنت تعرف object على هو أنه constant غير قابل للتغيير لو جهت الآن قلت له y يساوي 15 ونزل السطر يقول لي خطأ المفروض المفروض يعترض انظر قال لي خطأ لماذا خطأ لأنه كلمة let بمعنى هذا المتغير constant كأنما تقول let دعنا دع y ساوي 10 وانت لن تغير هذا y مستقبلا أبدا إذن إذن لما تريد أن تعرف من تغير بشكل constant وغير قابل للتغير تستخدم كلمة let إذن هذه رح تكون عندك error أوكي error constant تأكد دائما لما تذكر كلمة var لي اسم يعني بهذا الشكل لما تقول var variable و name variable name var ممكن يكون هذا variable أي data type ممكن يكون integer كما رأيت أنت ممكن تضع به هذا الشكل ممكن تضع به float double ممكن تضع به string ممكن تضع به boolean true أو false محد يعترض ونفس الشيء بالليت الليت أيضا ممكن تضع فيه أي شيء أي شيء double integer string float أي شيء أي شيء تريد أن تضع محد أو لا شيء يعترض على هذه هي الحملية إذن انتبه دائما من اللي أنت تعمله طريقة تعرفة من دغيرات سهلة جدا أنه فقط تذكر اسمه و أنت هنا حتى نلتقى في درس آخر شكرا لكم وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر